على هامش توقيع بروتوكول التعاون بين وكالتي الفضاء المصرية والإيطالية تم عقد جلسة النقاشية جمعت رؤساء الشركات المصرية والإيطالية وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشتركة في مجال الطاقة المتجددة والهايدروجين الأخضر في ضوء الخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر في هذا المجال هدف من اللقاء هذا يبقى فيه بروتوكول تعاون ما بين وزارة الكهرباء وما بين وزارة الصناعة وصنعة في إيطاليا وما بين الشركات المصرية والإيطالية اللي هم مهتمين بمجال الانيرجي ترانزيشن اللي هو التحول من الطاقة التقليدية للطاقة المتجددة المؤتمر حريص جدا أنه يوصل رسالة أن مصر بالنسبة لإيطاليا هي محور طاقة محور طاقة نظيفة إن كان كهرباء إن كان هيدروجين إن كان أمونيا خضرة فبنتكلم طبعا على كابلات كهرباء توصل بين مصر وإيطاليا بنتكلم على شحن الهيدروجين والأمونيا الخضرة لإيطاليا ده كله بيساعد على جذب المستثمرين لمصر وتنمية الطاقة المستدامة تفضل العجلة مستمرة ونحن نتبقى على نفس الوثيرة مع أوروبا وعايزين كمان تصدير الهيدروجين من إيطاليا وبعد كده يروح على أوروبا ومصر طبعا زي ما أنت عارف أرض خصبة وفيها الشمس والهوى فهي مناخ جميل جدا للهيدروجين إنه لقاء مهم لكل من مصر وإيطاليا ونحن نعلم أن مصر لديها خبرة كبيرة في مجال الطاقة المتجددة وها نحن نتحدث عن محطة بمبان في أسوان وأؤكد أن هناك نقطتين في غاية الأهمية أولا أن مصر وإيطاليا تجمعهما علاقات استثمارية كبرى والثانية هي إنتاج الهيدروجين الأخضر كما رأينا أن المؤتمر استعرض إمكانيات مصر الهائلة في هذا المجال مصر تقدم تسهيلات وحوافز لتشجيع الاستثمارات في مجال إنتاج الهيدروجين المصدر إلى إيطاليا ثم إلى أوروبا وبالتأكيد هذه خطوات ممتازة لتفعيل شراكات بين البلدين